بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد يا أحباب الآن سنقرأ درس لغة البيان وهو درس التهيئة في الصف الرابع لابتداء مادة لغتي سنقوم بحل التدريبات في النهاية إن أعجبكم الفيديو لا تبقلوا علينا بالدعاء واللايق والاشتراك في القناة اجتمع أبنائي مع أبناء عمهم في مكتبة المنزل فبادر ابني أنس فسألهم هل فكر أحد منكم في خروف اللغة العربية التي نتحدث بها؟ فصاح أحد أبناء عمه هداك الله نحن لا نفكر في شيء ليس عندنا في كتب المدرسة فنرجوك لا تزعجنا فقال لن أزعجكم بل سأفيدكم إنني أحب لكم الخير وسوف ترون إن شاء الله ما يسركم وما أريد المشقة لأي منكم قال له البقية بصوت واحد وضح وبين فصدر وقال فاطعني ابن عمه قبل أن أكمل وهذا مخالف لآداب الاستماع وأبان عن تركه القراءة وذلك خطأ جسيم سيندم عليه إن استمر وسوف يندم أكثر إذا رأى جملاءه وأقرانه في أعلى المراكز العلمية لأن القراءة المصدر الفهم الصحيح لكل ما جرى وما سيدري بالحياة البشرية إن ما أقصده هنا هو بناء اللغة رأيته الحروف والكلمات التي تتكون منها لغتنا الخالدة الحرف صغير جدا لكن الله جعله أساسا لبناء الكلمة والكلمة أساس للجملة والجملة جزء من الفقرة وتجتمع الفقرات في موضوع واحد وذلك الذي نسميه النص وتبدأ الحروف الهجائية بالألف وتنتهي بالياء وتبلغ ثمانية وعشرين حرفا وهذه الحروف رموز صوتية يقع البصر عليها فيتحرك اللسان باللفظ المناسب وهذا فضل من الرحمن الرحيم على الإنسان ليميزه بالنطق عن الدواب كما فضله بالعقل على المخلوقات كلها لقد ولدت اللغة العربية وترارات في الجزيرة العربية مهد الحضارات فكان للمملكة العربية السعودية دور كبير في خدمة لغة القرآن والعناية بها بارك الله فيك يا أحمد هنا مهد الحضارات إذا كانت اللام مكسورة إذا كان ما قبل الألف اللام مكسورة ننطفها مكسورة مهد الحضارة الآن سأقوم بحل التدريبات يزاك الله خيراً لأحمد بعد أن قرأت النص قراءة صامتة أجيب عن الأسئلة العتية أختار المعنى الأنسب للصياق السابق ثم أضعه في جملة عندي كلمة جسيم هل هي ضخم أم عظيم أم عملاق على الفكرة إذا بحثنا في كل القواميس هنجد جسيم الثلاثة تليقوا بها يعني ضخم جاية من جسم جسيم يعني مقسم كبير يعني ضخم وأيضاً عظيم وأيضاً عملاق فكلها صحيحة ولكن كان خطرت بوابة عين في المملكة العربية السعودية كلمة جسيم بمعنى عظيم فنحن سنسير معنى تكون بمعنى عظيم خلاص هنقول هنا أخطأ علي خطأ جسيم خطأ علي خطأ عظيم يعني خطأ عظيم يعني خطأ عظيم يعني خطأ عظيم ونختار ونختار كلمة عظيم نحط تحتها قط نضعه تحت كلمة عظيم أو دائرة خطأ هكذا خلاص أبطال كتبتم حتى أمسح أخطأ علي خطأ عظيم يعني جسيم يعني عظيم نمسح نأتي السؤال أصل الكلمة بالمعنى المناسب له الآن سنصل الكلمة بمعنى المناسب أقصده الفقرات النصب أقصده يعني أعنيه أعنيه الفقرات مجموعة من الجمل المترابطة النصب يعني التعب الشديد النصب يعني التعب الشديد نمشي بسرعة عشان مطولش عليكم أضع كل أضع الكلمة في جملة مفيدة حسب نوايا مسترشدا بالحق الأول عندي كلمة اجتمع طبعا بيقول لي هل هي اسم أم فعل اخترنا فعل اجتمع الطلاب في الفصل وهي يعني أعوز يقول لي هي اسم ولا فعل ولا حرف يعني إذا كانت في الاسم تضعاه في جملة في الاسم إذا كانت في الفعل تضعاه في جملة في الفعل إذا كانت في الحرف تضعاه في جملة في اليه الحرف فكلمة اجتمع هذا الفعل ماضي فرعناها في اليه في خانة الفعل هنا الأولاد أولاد أولاد هذه اسم هذه اسم فوضعتها في المكان المناسب لها أولاد 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 الجيران أولاد الجيران وهزبونه أولاد الجيران وهزبونه مام؟ الثانيين دول فضيين يعني على ان احنا اخترنا ان هي اسم وليست فعل وليست حرف في طبعا في هذه معروف ان هي حرف جر في بيتنا حديقة في بيتنا في بيتنا قطة مام يبقى هنا كده وضعنا حرف جر في المكان المناسب وهنا اخذ اسمية نسيبها فاضية والفعلية نسيبها ايه فاضية مكتبة طبعا اسم مكتبة المدرسة كبيرة وضعت مكتبة في المكان المناسب مكتبة المدرسة كبيرة مكتبة المدرسة كبيرة مكتبة المدرسة كبيرة هذه جملة اسمية خلاص قرأت من الكتابي دايما بعد حرف الجر نجد قصرة هنا قرأت من الكتابي 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 اجتمع الأبناء وفي البيت بادرة علي إلى الصلاة اجتمعوا بادرة المضارع تفكر وأحبه تفكر في الدرس نغير كلبة تفكر نخليها لون أعمى نخلي دي لون تاني نخلي نفكر واحدها نفكر ونضع عليها ضمة لأن الفعل المضارع دائما نرفوها بالضمة نفكروا في الدرس نفكروا في الدرس ونغير اللون حتى تعرفوها وحبو أخبر مثل الثانية لكم الخير أحب لكم الخير يبقى هذين يفعلين مضارعين هنا بقوله وضح لفعل الأم والتاني تبين الاثنين عليهم سكون وضح تبين وضح وضح الفعل الأمر دائما مبني على السكون وضح وضح إجابتك يا ريام وضح وضح أعطي يا ريام أعطي حليها بالغون تاني تبين خطك يا فحجو تبين خطك يا يا فحجو هذه هي لفعل الماضية اجتمع صح وبعدها المضارع نفكر وأحبه الأمر وضح بين خلاص كده خلاص ننجحهم حتى لا نطيل عليكم أتذكروا ما درسته في الفصل الدراسي الأول عن أنواع الأفعال من حيثهم فعل المضارع ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي 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 ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي المضارع ما دل على حدث يقع في الزمن الحاضر أو المستقبل الأمر هو ما دل على طلب وقوع الفعل يجب أن يقول له وضح بين وقوع الطلب فعل ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب يعني يقول له وضح بين وهو الذي سيفعل ذلك استفيدوا من النص لإملاء الجدول الآتي عاوزين مفرد وجامع وأسلوب نحي وأسلوب نحي المفرد ومكتبة الجامع أبناء أو أبنائي أسلوب أنها لا تزعج لها لا تزعج لها أسلوب النافي في كل هذا من الدرس يعني لا نأتيه من عندنا أقول له لا نفكر في شيء ليس عندنا في كتب المدرس لا نفكر في شيء ليس عندنا في كتب المدرسة كتب المدرسة أو نجدها وكتب الأسلوب لتعبير المربع لا نفكر في شيء ليس عندنا في كتب المدرسة هذا ما أرد في النص فيك طبعا مفرد وجامع كثير وعندنا هنا أسلوب النحي لا تزعج لها أسلوب النحي لا نفكر في شيء ليس عندنا في كتب المدرسة يالله عشان ما نطولش هنا طبعاً الدرس ده انت هتخدوه أسبوع كامل يعني تاماً نحسس ان هعتلكم في وقت واحد فانتوه ما عليش تستخدمون شوي وصنفوا الكلمات الملونة في النص السابق حسب نوع الحرف الأخير كما جاءت في الجدول الآتي كان عندنا في كلمات ملونة نصنفها كما جاءت في الجدول الثاني الكلمات التي بها مفتوحة كانت الكلمات الفكرات المخلوقات أما التي كانت بها تاء مربوطة مكتبة العربية الصوتية كلمات كانت تنتيبها عمه تركه علي أخر حاجة كانت علي هذه الكلمات التي جاءت باللون الأحمر وأراد منا أن نضعها هنا خلاص أعطيكم نص دي تكتبون ثم نمسح تمام؟ يا الله أنتم ممكن توقفوا الفيديو وتكملوا أتعامل مع الكلمات التي دخلت عليها أل وأملأ الحقول بما يناسب النموذج الأجيب لبان تصبح اللبان الألبان لفظ لفظ الألفاز لحم اللحم 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 اللحوم اللائمون اللائم اللائم للمبشة ما في كلمة فعشة لا ستلماء لائم اللائم لبيب اللبيب اللبيبون يعني الأشكياء لح اللح اللحود يعني مكان لفن الميت لس اللس اللصوص هنا لغة لغات عكسنا هي بس ألف واللم في الأول بعد ما كانت غير موجود يبقى هنا اللسان لسان أو السن لعبة اللعبة لعبات اللغز لغز الغاز القاب اللقب 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 ألقى لقطة اللقطة لقطات اللقب 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 لبات لب لب الشجرة مفردها مفردها لب وجمعها لبات يعني قلوب الأشبار لبات يعني قلوب نكمل دي قلوس دهية تكملوا الكتابة اللقب يا الله يا أبطال لدي مسح كنتم كنتم كنتوا أقفوا الفيديو لشان ما أطولش علي أعلموا أن الجملة في اللغة العربية إنها إسمية أو فعلية أو وبنان على ذلك أجيب عن الآت أكملوا الخريطة المعرفية الآتية أنواع الجملة أنواع الجملة أنا ممكن أصغرها كده شوية عشان تكون بينها معنا أو كمان شوية أنواع الجملة في عندي جملة إسمية تتكون من مبتدأ خبر جملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر وهي عندي جملة فاعلية جملة إيه فاعلية أنا عندي الجملة نوحين إسمية وفاعلية الفاعلية بتتكون من فعل وفاعل وممكن يكون معا مفعول بس الأساس الفاعل والفاعل رع و و أمر يبقى الفاعل ماضي ومضارع و أمر الجملة إسمية وفاعلية الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر الفاعلية تتكون من فاعل وفاعل الفاعل بيتكون من ثلاثة عنواع ماضي مضارع أمر خلاص لمساح حتى لا أطيل عليكم نقبل الخط جاية أما كنا أم لو الفراغات الآتية مبتدأ أو خبر مناسب مع الضبط الصحيح يعني لازم نتبه للحركة طالما مبتدأ وخبر يعني إذا لازم يكون يكون ما رفعه علامة رفعه إيه؟ الضم المدرسة جميلة إذا ما كانش فيها ألف و لام بحط لها ضم طيب فألف و لام بنحط ضم إيه؟ واحد الكتاب مفيد الكتاب مفيد البحر عميق البحر عميق الشجرة ضم من المساج الفعل فلام من فعشة ضم الطيب شجرة مثمرة حديقة المنزل جميلة حديقة المنزل جميلة ممكن أقول واسعة الصديق مخلص الصديق مخلص فاطمة مهذبة 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 ما ننساش تنوين الجو ممكن أقول بارد حار اللي تحبوه بس احنا في أيام الجو البارد بيتنا واسع جميل كبير أي شيء بس لازم نضم العطلة مفيدة نريح فيها عصبنا ونغير قوي شوية الكتاب 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 مفيد الملعب كبير الشاطئ كبير البيت كبير هكذا خلاص تقول الصديقة نكتب ونخلي بالكم الحركات المبتدى والخبر دائما مرفوع وعلامة رفض ضم الظاهرة زي ما احنا شايفينها أمامنا كده كمام عندكم بقى فيه بعد كده في صفة خامس هتلاقي بقى في مرفوع بالو وفي علامة فرعية هناخدها بعد كده وممكن يكون مرفوع بالالف وهنعرف ذلك بالصفة الخامس لكن احنا علينا الوقت نعرف انه هو بالضم فرع نمسح يا الله نمسح حتى لا أطيله عليكم اشارك في اعراب الجملة الآتية الصدق منجات الصدق ايه؟ منجات يا الله نعرب هذه الجملة الصدق مبتدى مرفوع الصدق مبتدى ايه؟ وعلامة رفعه الضم الظاهرة الصدق صدق ايه؟ صدق ايه؟ صدق ايه؟ صدق ايه؟ منجات خبر مرفوع و علامة رفع الضم الظاهرة على آخر ممكن هنا برضو نقول له على آخر عشان نعملها كما هي في الكتاب تمام يبقى اكتب له هنا كمان على آخر الضم الظاهرة على آخر ونضع له نقطة نضع ايه نقطة في النهاية مام يبقى خلصنا دول مرفوع والضم الظاهرة وقبر مرفوع على مترف ننزل نكمل تحت شرع الله الصلاة شرع فعل ماضي المضرع يشرع اقول له لا فعل ماضي فعل ايه ماضي مبني على الفتح دائما الفعل الماضي مبني على الفتح الله اسم الجلالة فاعل اقول له ايه مرفوع مرفوع وعلامة رفعه مرفوع وعلامة رفعه احطها لكم تحت كلها ما تنجيش حالكلام ايه مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره اسم الجلالة الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة تمام الله نمسح تحافظ الاسرة على تماسكها هنا اهو تحافظ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة دايما الفعل المباكل مضارع الظاهرة على دايما المضارع اخره ضم لكن الماضي اخره فتح على اخره الماضي اخره فتح لكن المضارع اخره ضم والامر اخر سكون يكون مجزوم بالسكون احنا نكون عارفين كل فعل وعلامة فهنا اقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخر لو كان فعل ماضي قلت ما بنى على الفتح لو فعل الامر ما بنى على السكون الاسرة من اللي بتحافظ الاسرة هي فاعل مرفو وعلامة نفس اللي فوق اقول ها نفس اللي فوق وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخر او علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخر لنقصة في الاخر خلاص حتى لا اطل عليكم نص صدقية عشان ما اطل يبقى تحافظ فالمدارة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وعلى آخر الاسرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر تمسح اعود الى النص لأستخرج منه كلمات بها همزة وصل كلمات بها همزة قط صغر حتى تظهر معنى الكلمات التي بها همزة وصل عندي اجتمع وعندي المنزل اللغة يعني الف بدون همزة يبقى وصل عليه همزة يبقى قاطع العربية والخير المنزل المشقة الاستماع الاستماع الكراءة استمر المراكز المراكز طيب نروح بالي عمزات القط أولاد أبناء أبناء أبنائي أنش أحد تريد 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 أكمل أكمل فأنا فأنا في كائمة أقران وأقصده وأرأيتم أعطيكم نص دقيقة تنتهو من الكتابة همزة لا تكتب همزة القاطع تكتب خلاص خلصنا يا الله يا الله كفايا كده ننتقل إلى أكتب رأيي في قول ابن عم أنش نحن لا نفكر في شيء ليس عندنا في كتب المدرسة لكلام رأي كلام قطع يجب أن ننمي أن فسنا ونتعلم من كل شيء أولنا ولا نعتمد على المدرسة مدرسة فقط لأن مجال العلم باسع ويمكن ويمكننا أن نحصل عليه من مصادر أخرى غير المدرسة غير الكتب يعني غير غير كتب المدرسة عندنا بالإنترنت واليوتيوب دائما أنتم تشاهدون قد الوقت بعيدة عن كتب المدرسة لأن نعمل في الوقت هذا بعيدة يبقى كلام الخطأ ويجب أن نمي أنفسنا ونتعلم من كل شيء حولنا ولا نعتمد على المدرسة فقط لأن مجال العلم واسع ويمكننا أن نحصل عليه من مصادر أخرى غير الكتب المدرسة حسنا الدرسة المدرسة مجال كامل كل يوم تشغل قليلا لكي لا تتمل لأن تكمل اليوم طول الأسبوع ستأخذ هذا الدرس الأسبوع الأول سأنتظر نص دقيقة حتى المدرسة لا تنسون من الدعاء واللايك والاشتراك لا تنسون يا أحباب يا الله يا الله يا الله أنا أكتب الأهرف الآتية ثلاث مرات بخط النسخ مع مراعاة وضعها على مراعاة على على السطر عاوزنا نكتبها ثلاث مرات بخط النسخ لا تحتاج وتضع باله على السطر يعني هو عاوز يقولك تخليها على السطر لماذا تنزل عن السطر عاوزك تكتبها له كما هي أمامك خط الناسخ وتجعلها على السطر لا تجعلها فوق السطر ولا تحت ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات تهلا صح أضع كل حرف من تلك الأحرف في ثلاث كلمات بحيث يكون في أول الأولى ووسط الثانية وآخر الثالث طيب حلو يلا نفكر ليه الباق كانت في الأول في النصف في الآخر حتى ما سألنا أقوله إيه دا أقول يتأمل 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 في النصف اللي بعده مات خلاص طيب الطاق طاق عنا ملاش طاق أنا خليها طفل وخلاص طفل تعب تمام يتأمل طفل نقوم 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 سألق أه عياط عياط الفاء فجل فاجر يتفجر أو ينفجر وفي الآخر ينجرف بعدين الدال دائم بعدين عاد الكاف كأس المكان نجيب الكاف النص المكان ملاك حشوك أي شيء نجيب أي كلمة وخلاص تمشي معي أعطيكم نص دقيقة ملاك لو حبيتوا تلونوا بقى الحرف اللي هو اللاه عندكم الألوان ممكن تلونوها لو تبعتوها للمعلمة أو للمستاذ يالله عشان ما نطورش أمثل في جملة من إنشاء لما يأتي عاوزين جملة اسمية مثبتة جملة اسمية مثبتة محمد طالب ذكي أمثل جملة اسمية مشبتة يعني مشبتة يعني مش منفي غير منفي طيب جملة فعلية منفية يستخدم لم لم يذاكر فهد اليوم لم يذاكر فهد اليوم كان عنده ظروف اليوم ما استطاع أن يذاكر قملة فعلية منفية لم يذاكر اليوم خلاص عندي أجل زباب نلعب لن وذاكر لن أكتب أي شيء يجب فعل مضارع جملة اسمية منفية ليس ليس اليوم الأحد الآن ليس الأحد تنفي أن هذا يوم الأحد جملة فعلية منفية بما ما شربت الحليب اليوم ما شربت الحليب اليوم أنت يجب جملة تكون فيها فعل لأنها جملة فعلية جملة فعلية مسبتة شربت الحليب اليوم كده خلاص أنت أثبت أنت شربت حليب اليوم لو لفين يبقى ما شربت تمام أعطيكم نصف دقيقة بسرعة حتى لا أخيله عليكم أحضر يلا اكبر تمام يلا نكمل أكمل أكمل الجدول الآتي. المذكر والمؤنس. الصائم. صائمة. معلمة. معلم. حصان. في عندي حكتين ممكن اقول مهرة. اللي هي انسى الحصان. وممكن اقول فرس. خلاص. مهرة وفرس. عندي البقرة. السور. الزكر منها اسمه السور. اب. ام. اتان هي انسى الحمار. الزكر هو الحمار. الاتان هي الانسى. ولد. هند. عالمة. عالم. قائد. قائدة المدرسة. وقائد السيارة. قائدة السيارة. يبقى عندي حصان. ممكن اقول مهرة. او فرس. اللي هي الانسى. الحصان. السور. البقرة. عبد ام. حمار اتان. ولد من. عالم. عالمة. قائد. قائدة. يالله شان ما نطولش. ابحثوا. ثم اضمنوا ما كتبته ملف تعليمي. ابحثوا في. في منجزات المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية. في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. ثم اكتبها في فقرتين باسلوب. هذه هي الانجازات في مجال اللغة العربية للملك سلمان وخدمة اللغة العربية. انشأ الملك سلمان مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لخدمة اللغة العربية. ايضا ومن الانجازات لبقى الفقرة الثانية تطوير التعليم الجامعي عبر اطلاق العديد من المبادرات التعليمية مثل دعم تشهيد مراكز للتفوق العلمي. تطوير المراكز والمؤسسات التعليمية عبر زيادة مساحتها وقدراتها على استيعاب الكثير من الطلاب. هذه كانت آخر فقرة في درسي اليوم في الاختبار التهيئة مدة اسبوع كامل. وأرجو أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والبعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر